في أزواج مثل ما تفضلت الدكتورة يحبون أنهم يمثلون دور الطفل والمرأة الذكية هي اللي تروح إلى دور الأم والعكس ممكن الزوجة تحب تمثل دور الطفلة فأنا أقول الرجل الذكي هو اللي يمثل دور الطفل وفي ناس من الأزواج أذكية وأيضاً بالمقابل من الزوجات الذكية يستطيعوا يروحوا إلى ثلاثة أنماط وحتى نحن نبين الشيء هذا نحن دائماً مثل ما كنا نتكلم قبل شوية الدكتورة لما نحن نضرب المثال المثالي نحن نقول أنه هو الهدف عندنا فأجمل مثال مثالي للقضايا الزوجية هو النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أنك زوج في سيرته أنه يمشي في ثلاثة أنماط هذه عليه الصلاة والسلام لما في حادثة الغار رجل خاف راح لمن؟ سيدة خديجة سيدة خديجة زوجته نعم نعم كانت في مقام الأم وكان هو في مقام الإبن لما يسابق السيدة عائشة رضي الله عنها وبعدين بعد فترة هي تسبقه وبعد فترة يقولها سابقيني تكون هي لأنه سنين مرت وأكلت وشوية يعني متنت فيسبقها ويضحك ويقول هذه بتلك يا عائشة أن أنت سبكتيني أنا سبكتك اليوم هو يمثل دور الصديق والزوج المرة الثالثة لما السيدة عائشة تزعل عن نبي عليه الصلاة والسلام أمام أبوها أبو بكر الصديق فيغضب عليها فتروح تستجير بالنبي عليه الصلاة والسلام فهي تمثل هنا دور الطفلة أو دور البنت النبي عليه الصلاة والسلام يمثل إيش يمثل دور الأب هنا الزوجة الذكية أو الزوجة الذكية إذا مش ذكية هذه الزوجة راحت عليها العلاقة الزوجية الله يعينهم الله يعينهم شوف هذه الكلام كلها دكتور شوق نفسيه في التناقل بالشخصيات الداخلية ده جوزئ من الزكاء الاجتماعي وهذا جيد إن وجهك بزكاء اجتماعي ايز اقول لك فعلا جيل لا قدر اقول لك عليها احصائية ان اكتر من 80% من المشاكل الزوجية ممكن تتحل بالزكاء الاجتماعي بس ان ما تكون طبيعة العلاقة بهذا الانحاق انت مش عاجبك انه نحنا نتفق لا انا من الاخر زي انا يعني للأسف ان ما تم عندي وايد وقت فحب شوي اتكلم مع عايشة وحبيب عايشة قولي انت امرأة وتقولين ان المرأة هي مسؤولة اكثر عن الخلافات الزوجية وبالتالي ان هي يعني اللي تقدر تصلح ولي تقدر انها تتعدل وانها تراعي والريال وحليلا ياي مش شغل تعبان وعندك انت تجربة خاصة ولا شفتي حد من المجتمع بشكل خاص عطاتك هذا الراي طبعا حولي وايد من الزوجين وشايف هالمواضيع انه مثلا الزوج يرجع البيت يكون اوردي مرهقة ولا مضغوط من الدوام وتكون الزوجة بنتكلم عن الزوجة الغير عاملة فدمها تستقبل زوجها غير عاملة في الخارج هاي غير عاملة في الخارج لانها عاملة في الداخل بين فالسين فمثلا على سبيل المثال ان هو داشفة بدال ما تستقبله وتترياد والدخلة وترحب وتحطلها هاك الغداء الحلو الغاوي لينسيه ضغط الدوام مو مشكلة ترها ها هو ما اعتقد بلا لا 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 لحظه ياري معت الخير ما اعتقد ان الغداء راح يهدي الوضع يعني لما اي انا من الدرح اقرب الوصول الى قلب الرجل معدته لا؟ ما اعتقد ان المعدة تكون فارغة كثير ما يكون الكلام قاسي تستقبلها أنها متولها علينا، أنها لم ترى فترة طويلة، يعني ماذا ما قلت ثمان ساعات، ليس مشكلة، ترى هذه العلاقات بين الزوجين، لكن كل مرة المرأة جاهزة لهذا الشي يا حبيب، إذا عندها تغيرات هرمونية تصير مثلا وياها، والحين هي تعبانة، ولا تريد أن ترى أحد، ولا طاقة لا لذكاء اجتماعي، ولا لغير من الذكاء الاجتماعي، هل هي ملزمة واجبه؟ يعني غصبه؟ هذا ليس شعور حقيقي داخلي، الحرمة لا يوجد شيء بالغصب، هذا ليس شيء معروف، هي حباً للزوج حد أمهاتنا، هي تعبانة مثل أمي، قبل أن تروح المستشفى، وتربي مثلاً تسير المستشفى، والله مسوية شغل البيت كله، وطمخة مصوية، وروحة المستشفى، أنا لا أختلف معاتش في الكلام اللي بتقولين، أنا لا أختلف فيه معاتش، لكن، إذا كان الرجل غير صالح، إذن الأسرة خربت، الرجل مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة في البيت، سؤال واحد بس بس ألت إياه، قل، الرجل مو موجود في البيت، شو راح يكون؟ أحنا طبيعة الحال حامد، لا، لا، خليها كله، الرجل غير متواجد في البيت، نفس إجابة مرأة غير موجودة في البيت، لا، إذا كانت المرأة غير موجودة في البيت، ما كان الرجل في البيت، شو ممكن يصير؟ الحرما قالوا نص المجتمع، أنا أقول لك كل المجتمع، تقدر تشل البيت بروحة، ترجمة نانسي قنقر